أهلا بكم من جديد يستمر معبر رفاح في استقبال المساعدات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية بالإضافة لخروج مزدودي الجنسية وعدد كبير من المصابين من الأشقاء في فلسطين ورغم عرقالة قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات من الجانب الفلسطيني إلا أن البوابة المصرية ما زالت تفتح أبوابها لإصال المساعدات المزيد يطلع عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل المساعدات والمجهودات المختلفة من الجانب المصري ما زالت مستمرة في إدخال الشاحنات الإغاثية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء في فلسطين نتحدث عن بالطبع هذه المساعدات التي تصل إما عبر مطار العريش الدولي أو حتى الشاحنات المصار الأرضي الذي يأتي بالطبع عبر الشاحنات التحالف الوطني والمساعدات المصرية وغيرها من التي تصل عبر ميناء العريش ولكن نتحدث أيضا عن تخدس كبير لعدد هذه الشاحنات ربما مئات الشاحنات تتوقف بالفعل أمام المراكز اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في انتظار الدور الخاص بها لدخول إلى الجانب الآخر ولكن دائما قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه الشاحنات إما بالتلكأ في تفتيش هذه الشاحنات أو حتى في بعض الأعيح أحيان بمنع دخول هذه الشاحنات ربما الصورة الآن ستتحدث عن نفسها أكثر هذه مئات الشاحنات بالفعل متوقفة أمام المركز اللوجستي هنا في مدينة العريش وأمام مطار العريش الدولي أيضا تأتي هذه الشاحنات إما من الدول المختلفة ولكن أيضا هذه المساعدات التي تأتي من الدول أصبحت أقل بكثير مما كانت تأتي من قبل لكن الجانب المصري والتحالف الوطني والمنظمات المجتمعية المدنية المصرية ما زالت تشارك في إدخال مزيد وربما آخر ما دخل إلى معبر رفح المصري أكثر من خمسمائة شاحنة من التحالف الوطني بالفعل وصلوا إلى مدينة رفح ويدخلون عبر هذه البوابة من الناحية الأخرى من الناحية الفلسطينية ربما تتلك قوات الاحتلال إما في التفتيش عبر معبر العوجة والدخول للشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم أو حتى عبر معبر رفح الفلسطيني حيث دخل بالفعل حتى الأمس ما يقرب من 160 شاحنة من الناحية المصرية ولكن بالطبع الهلال الأحمر الفلسطيني لم يعلن حتى الآن عن عدد الشاحنات التي تتسلمها بالفعل أما عن المصابين فقد خرج عدد كبير من المصابين ما يقرب من 25 المصاب خرجوا بالفعل بالأمس ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية المختلفة خرجوا عن طريق سيارات الإسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني سلمهم له الهلال الأحمر المصري وتحركوا بعد ذلك إلى المستشفيات المختلفة بالإضافة لذلك أيضا تعمل قوات الجيش المصرية وأيضا الحكومة المصرية على إنشاء مركز لوجستي كبير بجانب بوابة معبر رفح المصرية ويتم تجهيز هذا المركز وإحطته به بعض الأسوال لتخزين هذا العدد الكبير جدا من الشاحنات التي تكون متوقفة بالفعل أمام بوابة معبر رفح المصرية بدلا من أن تتكدس إما في العريش أو في الشيخ زويد وغيرها من المدن هذه نظرة عامة عن المساعدات التي تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية